الدور الأمريكي انشئتم مرة أخرى طبعاً المسؤول الأمريكي وكأنه يعني الميزان عنده في هذه اللحظات ضائع تماماً لا يرى إلا من المنظار الصهيوني ليش؟ الله أعلم يعني لماذا هذا الانحياز الفج وعدم احترام للزعمات العربية التي يزورها أكان بلينكين أو لويد أوستر أكان وزير الخارجية أو وزير الدفاع لماذا لا يحترم المنطقة؟ لماذا لا يحترم أصحاب القضية وأصحاب الأرض الفلسطينيين؟ لا ترى أمريكا إلا من المنظور الصهيوني ولا تراها أبداً أنها محتلة حتى لأراضي الـ 67 لا تنظر إليها كذلك ترى وكأنها دولة مستقلة وجاءها الفلسطينيون غزات وهم الذين يرهبونها هكذا يراها المسؤول لميكي